كل تعبيرات الافورة في تكريم اي فيلم تمام جدا معايا معادة ان فيلم معين يكون في حتة تانية لوحده او انه يبقى نقل فيه تاريخ السينما المصرية لان التعبير الاول مش بالضرورة شيء ايجابي اصلا ممكن الفيلم يكون في الشلحات ودي الحتة التانية اللي هو فيها لوحده والتعبير التاني دايما بيحسسني ان تاريخ السينما المصرية عبارة عن صندوق في تيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو موسى وموسى بيقدم لنا شخصية يحيا الشاب الضعيف الخجول الجبان اللي بيدرس في كلية هندسة واللي في يوم من الايام بيدخل فيه مشاكل مع احد المجرمين والمجرم ده بيتهجم عليه في بيته يحيا بيستخدم الغضب والمعرفة اللي عنده عشان يطور موسى موضل الروبوت الصغير اللي هو كان بيشتغل عليه واللي دلوقتي بيبنيه في شكل روبوت متكامل قادر على القتال بيتحكم فيه عن طريق جهاز بيتصل بنخاعه الشوكي وبيستخدمه علشان ينتقم ظهور موسى بيطلق ردود افعال واسعة اهمها على الاطلاق هي طبعا من الجهات الامنية على جانب ومن اكبر تجار السلاح على الجانب الاخر ولكنه كذلك بيطلق ردود افعال من بعض الاطراف المتعطفة مع يحيا اللي بيحاولوا يساعدوه ويوجهوا قدرات موسى في الاتجاه الصحيح فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم موسى مش في حتة تانية لوحده وما هواش نقلة في تاريخ السينما المصرية هو فيلم جيد موجود في الحتة اللي احنا فيها دي عادي ويعتبر خطوة مهتزة في طريق سينما الروبوتس والابطال الخارقين فيلمينة كويس جدا على مستوى المكونات العادية لاي فيلم عنده قدرات درامية جبارة للأسف لم تستغل بالشكل الامثل او عكر صفوها بعض القرارات الغريبة عندنا تصميم عظيم لشخصية البطل بعمق كافي وبصفات كتير مثيرة للاهتمام تقريبا كل حاجة تخص الشخصية سلبية هو تربى في ظروف غير عادية تركت عليه اثر كبير نفسيا وسلوكيا وعقليا كمان علاقته بموسى عبقرية لان موسى هو كل حاجة يحيا كنفسه يبقاها بس مقدرش يحيا ضعيف وجبان موسى على الجانب الاخر قوي وشجاع حاجات كتير قوي كانت ممكن تتقدم من خلال التباين ده ولكن للأسف الزاوية دي كلها ما تمش استكشافها بالقدر الكافي في الفيلم من الحاجات برضو اللي ما تمش استكشافها بالقدر الكافي هي الاهتمامات الرومانسية ليحيا اللي في الحقيقة بتغطي عليها صدقته مع شخصية ريكا الجانب اللي بيشكل تهديد على يحيا بقى كان معقد وفيه طبقات كتير نقدر نعتبره عالم درامي لوحده وفيه منتصفه يقبع دكتور فارس الخبير اللي البوليس بيستعين بيه في التحقيق واللي بيدخل الصورة بأجندته الخاصة وبدرجة ذكاء تجعله فعلا الخطر الأكبر على يحيا وموسى وأنا في مرحلة من المراحل سخنت جدا مع الحرب الذهنية المحتملة بين الطرفين الطالب اللي كلنا بنشجعه والأستاذ اللي كلنا خايفين منه ولكن الصراع ما بين الطرفين عمره ما بيوصل لمرحلة الحرب الذهنية لأن دكتور فارس في الأوقات الحاسمة كان عنده نصيبه من القرارات الحمقاء اللي كان هدفها إنها توصلنا للمعضلة اللي احنا عاوزين نشوف يحيا فيها اللحظة الكبيرة اللي مليانة تساؤلات عاطفية وقرارات صعبة وهي مرحلة متميزة جدا على مستوى الإقاع بكل تأكيد لا يعكرها إلا إني أفكر هو إحنا إزاي ووصلنا هنا ومقدرش أخفي استيائي من قد إيه الدنيا كانت ملأمة وهي مجرد إضافة لقد إيه الإعداد كان ملأم أصلا لكل شيء بتصميم غريب جدا للعلاقات ما بين الشخصيات مفيش عندنا شخصية واحدة ممكن تبقى حاجة واحدة دكتور فارس ماينفعش يبقى فقط الخبير اللي بتتم اللي استعانى بيه علشان يقبض على يحيا لازم كمان يبقى المدرس بتاعه من البداية سمير الأشقر ماينفعش بس يبقى تاجر السلاح اللي بيطارد يحيا هو لازم يبقى حاجة تانية كمان محورية جدا في الصراع بتاعنا زي ما يكون العالم بينتهي ومعادش فاضل غير شوية الشخصيات دول كأن حرفيا الفيلم ده في حتة تانية لوحده صعبان علي ان بعض التربيطات في الدراما كانت حتخلي الدنيا أفضل بشكل ملحوظ كانت حتبيع التحولات بشكل منطقي أكتر كانت حتركز على استكمال بعض الأدوات الدرامية اللي تم تقدمها زي كومة الفلوس مثلا اللي ظهرت في الفيلم في نقطة ما وبعدين اختفت من غير ما نعرف إيه اللي اتعمل بيها بالضبط آه طبعا هو احنا ممكن نستنتج إيه اللي اتعمل بيها بس إزاي وإمتى وخلصت كلها ولا لسه وزي أحد التوظيفات لشخصية الوالد اللي حسيت إنه حيتمل الاعتماد عليها في حاجات كتير ولكن في النهاية هي ظهرت مرة واحدة بس المنطقة اللي الفيلم بينجح فيها بجد هي اللعب على وطر عواطف الفئة العمرية الوطر اللي نجح ثقافة الراب في مصر مؤخرا واللي كان السبب في النجاح النسبي لفيلم الهرم الرابع أصلا وهو تقديم رحلة خلاص وتحرر لشخصية شابة بتجسد الصعوبات بتاعت كل الشباب اللي شبهوا اللي هم أصلا أغلب شباب البلد واللي يحبوا يشوفوا واحد منهم وهو بيقهر المصاعب دي وبتجبر البلد كلها إنها تديله الانتباه اللي هو يستحقه ويا سلام لو الحدوتة كلها جاية من العالم بتاعهم عشان كده أنا ما عنديش شك في إن الفيلم حينجح وممكن يحقق شعبية كبيرة ما بين فئة الشباب بس على كل حال إحنا ما كناش مستنيين الفيلم ده عشان بيتحدث بصوت الشباب ولا عشان تأثيره الدرامي كما تم التسويق لي موسى هو أول فيلم مصري من بطولة روبوت وتزامن مع الإعلان عن أول عالم مصري سينمائي للأبطال الخارقين بجعل الفيلم ده رقم 2 في هذا العالم بعد فيلم الهرم الرابع اللي دلوقتي عرفنا إنه كان الفيلم الأول في عالم أفلام المستضعفين تعالوا نتكلم بقى على موقع الفيلم ده من أفلام الأبطال الخارقين وأفلام الروبوت يحيا سلاش موسى بطل جيد جدا زي ما قلت العلاقة ممتازة بس ما تمش استكشافها بالقدر الكافي في الفيلم ده موسى لوحده بقى على الجانب الآخر مش أفضل حاجة في الدنيا ما قضناش وقت كافي وإحنا بنشوفه بيتبني ما شفنا لوش أي محاولات فشلة ما شفنا لوش أي عملية تطوير بعد مرحلة البناء وده على الرغم من إن كان عنده بعض الصفات الجيدة على مستوى التفاصيل زي طريق التنقله من مكان لآخر وزي واقع إنه لازم دايما يكون قريب من يحيا بس بشكل عام ده ما ساعدش على بناء أي علاقة ما بينه وما بين المشاهد خصوصا وإن على المستوى البصري الدنيا ما كانتش كويسة خالص في حلقة التريلر ريكشن بتاعت الفيلم أنا توقفت طويلا عند عدد من الكدرات واللقطات ووضحت مين فيهم كويس ومين فيهم مش مريح لما خدت التجربة في الفيلم بالكامل فأغلب الأوقات ما كنتش مرتاح موسى كان دخيل على كل لقطة هو فيها ما بيتحركش زي باقي العناصر اللي على الشاشة ومش مندمج في البيئة المحيطة حتى لما كان بيبقى لوحده تماما في الكدر كنت برضو بحس ان هو غريب عليه باقي عناصر التجربة البصرية متفوتة المشاهد اللي فيها تدخل متوقع من المؤثرات البصرية برضو ما كانتش كويسة زي مشاهد الضمار ومشاهد الانفجارات في المشاهد الدرامية العادية بقى التجربة البصرية كانت رائعة تصوير وتلوين ممتازين اجتهاد كبير في التصميم الداخلي وكدرات كتير بتقول حاجة الاداءات التمثيلية في الفيلم جيدة جدا وصعبة كريم محمود عبدالعزيز اختيار موافق جدا جسد الصعوبات اللي بتعاني منها شخصية يحيا بشكل مقنع وقابله على الجانب الاخر بتكسيد جيد جدا لحالة الرضا والاستمتاع المقترنة بتحوله لموسى نقدر نقول ان هو الواحده بتكسيده قدري يسد فجوة في العلاقة دي انه يقدر يحسسنا ان يحيا مش بس بيتحكم في موسى ده بيتحول ليه ومع ذلك يبقى اياد نصار صاحب التكسيد المفضل عندي في الفيلم وبصراحة هو كان محظوظ بالطريقة للشخصية مكتوبة بيها صفات شريرة مبررة بالظروف والتاريخ تخليك في بعض الاوقات مش قادر تقاوم انك تتعاطف معاه زي ما قلت انا معجب جدا بالتشكيل المضاد ليحيا وموسى وكال عادة مش معجب ابدا بحشو ضيوف الشرف اللي بكل تأكيد مش بينهم صبري فواز وصلاح عبدالله دي ادوار قصيرة فعلا ولكنها مهمة وصبري فواز بالتحديد كان جيد بشكل ملحوظ وشخصيته ممكن يبقى ليها دور مستقبلي في العالم السينمائي الجديد الموسيقى التصورية بتاعت الفيلم حلوة جدا وليها تأثير درامي مهم اختيار الاغاني كمان كان جيد جدا بس معجبنيش توظيف الاغاني الغربية اقول نفس الكلام تاني موسى فيلم حلو وكان ممكن يبقى عمل درامي افضل من كده كمان وده كان حيساعد عناصر البطولة الخارقة بتسهيل التغاضي عن المشاكل البصرية لان على ما يبدو احنا فعلا لسه مش مستعدين والشغل اللي انا شفته مقدرش حتى اقول عليه واعد وما حستش انه هو خطوة في الاتجاه الصحيح تقييمي لفيلم موسى هو 7 من 10 والعالم السينمائي اللي تم الاعلان عنه ده حاسس انه محتاج تفكير عميق منقشة الحلقة ما هو افضل فيلم مصري شفته على مستوى الخدع والمؤثرات البصرية ياريت تسهموا برأيكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات اشنتج لكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي